قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن منظومة الدفاع الصاروخي ثادة تمكنت من أجراء اختبار ناجح لعملية إسقاط صاروخ بارستيان وتوسط المدى في المحيط الهاد في بيان لها أشارت وزارة الخارجية الأمريكية أن تلك التجربة الصاروخية تهدف لجمع المعلومات وتحسين أداء منظومة ثاد وتأتي بعد إعلان بيونج يانج يوم السبت الماضي عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ عابر للقارات وقالت كوريا الديمقراطية أن بوسع هذا الصاروخ ضرب أهداف داخل الأراضي الأمريكية إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن نظام ثاد الصاروخي نجح حتى الآن في تجاربه على اعتراض صواريخ بارستية 15 مرة وعلى الرغم من الاحتجاج والرفض الشديدين من قبل العديد من الدول المجاورة مثل الصين إلا أن كوريا الجنوبية وافقت في أبر الماضي على السماح للولايات المتحدة بنصب هذه المنظومة الصاروخية جنوبي البلاد ترجمة نانسي قنقر